قال غبطة الكاردينال بير باتيس سابتسب على بطريرك القدس للاتين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في إحياء أحد الشعانين موضحا بأنها فرضت إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المخيطة بمدينة القدس وفي محيط البلدة القديمة وبين غبطته أن سلطات الاحتلال تشترط على الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة خاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة كما تضع قيودا على استصدار التصاريح بضرورة حيازة المواطنين بطاقة تصدرها سلطات الاحتلال بعد أن تجري ما تسميه فحصا أمنيا للمتقدم وبعد ذلك تجبر المواطنين على تحميل تطبيق خاص على أجهزتهم المحمولة وتقديم طلب للحصول على التصريح وغالبا ما يتم رفض الطلب مجددا التأكيد أن عيد الفصح لهذا العام سيكون صعبا ولفت الكاردينال بيت ثبالة إلى أن الوضع في الأرض المقدسة بات لا يحتمل في ظل الوضع الاقتصادي والمالي العصيب الذي تواجه البطريركية مناشدا كل الجماعات الدينية والسياسية والاجتماعية أن تقوم بما في وسعها من أجل تخطي هذا الوضع اشتركوا في القناة